نجا يتكلم معاكي ان طريقة التخصيص من خلال الاعشاب بتنقسم لنوعين من التكنيك التكنيك الاول الاعشاب والالياف اللي عاملة زي السفنج تمص الدهون وترمي بر دي نوع واحد نوع التاني برضو الاعشاب اللي بتعمل ايه؟ بتملى الحجم الاوفر الكبير اوي اللي معدتك احساس بالشبع النوع التالت الحوارق اللي احنا حتى من خلال تراصنا القديم عارفين الجنزبيل بيحرق القرفة بتحرق عندنا حوارق كتير جدا اللمون كل الموالح اللي بتحرق عندنا استبار عندنا جارسينيا عندنا حاجات كتير اوي لو انا جبت كابسولة متزنة قوية في كل الاطراف اللي انا حكيت عليها الياف عالية تسد الشهية الياف عالية مغناطيس للدهون من الاماكن الصعب الياف عالية للحوارق زي كميات كبيرة اوي من الجارسينيا والجرين كوفي والقهوة الخضر كلكشن هذه المجموعة القوية من الاعشاب الطبية تحطت في كابسولة بتركيزات قوية جدا امنة فعالة تم دراستها وعمل عليها ابحاث كتير جدا ومرخصة بزارة الصحة وكمان فريق طب عمال بيخدمك فيها وبيقولك ازاي تاخدها ويتابعك يوميا على الواتساب مع النمر ومع الصفحة الموجودة على الفيسبوك انا كده عملت معاكي ايد عون وهلب رهيبة جدا علشان انقذلك حياتك السمنة لما تيجي تسألي نفسك واندخينا دلوقتي بعد 6 سنين 10 سنين 15 سنة انا حيجيلي ايه انا حبقى شباب انا حفظت على جسمي لازم تكوني عندك اجابة داخلية للسؤال ده انا بعد 10 سنين عمري ما هيجيلي السكر لان انا وزني كويس لان انا بلع برياضة لان انا ما بحبش السكريات لان انا ما بكلش بخليلات ونام لان انا ما بكلش الفكهة بطريقة مفرطة قبل من نوم او باكل باعتدال اه لان انا مش ميالة للأكلات الجنك فود لا ده انا بحب اقول هيلس دايت او ان انا حتى لو اكلت اكل البيت انا بلاقي طريقة احرق بيها هو ده ترضي على نفسك تأمني نفسك ونفس الوقت حافظت على صحتك لان ربنا امرنا ان احنا حافظ على صحتنا اما اذا كنت انت ستة خينة وشايفة نفسك عندك مقاومة انسلين والسكر تركومي بقى 15 وعندك سكر رايح جاي 300 350 مش عارفة تتبطيه وطول النهار تطلبي ديليفري وتعملي معجنات في البيت وبيتزا ومش عارفة مين جاب ايه انا حاكل عندنا عيد بلادة كيكا مش عارفة امنع نفس الحياة ممتازة وطعم الاكل رهيب هتفجئي بمشكلة قريبا واللي انا بقولك ده حتما انا مش بقولك احتمال ان انت تقابلي مشكلة ده 50 50 نص نص لا ده انت حتما هتقابلي مشكلة خطيرة في خلال عمرك اللي جاي لما جاي انا جاي فريق جيش كبير فريق طبي خبرة جايين يقدمولك كابسولة شوية مية لا تروحي هنا ولا تروحي هنا ولا حد هيقولك كلي او شربي هنسيبك زي ما انت هنعلمك قافل نص هنقوم نطول النهارة طلقلك في تلفزيون ونقولك كلي فاكهة من الفاكهة اللي شبه ايدك كلي تفاح كتير سيبك من المنجة عشر مرات خلي واحدة بس صبح يعني هنقض نكتردش معاك كتير ونفهمك وتسماعينا وتتعلمي هتنقذي نفسك وتنقذي اسرتك لان انت لما هتتعبي هتبهدلي ولادك وهتبهدلي ومش هتعرف تخدمي نفسك والبيت كله هيتكسر انتي جوزك بيتك الناس اللي موجودة اللي شايلة البيت صحتها بالنسبة لهم هو وقود البيت كله الاكلات الصحية مهما كانت مش متفكريش فيها ان هي لازم تكون خدرسة حتة فرخة ما شوية الحاجات غالية الحاجات مش عارف اجيبها يوميا طب ما انا لما اجيبلي نفسي لازم اجيبلي كل الكلام اللي انا بسمعه لا فكري بطريقة عملية كل من اللي موجود ولكن نمرة واحد احط طبق سلطة نمرة اتنين احافظ على معدلات البروتين في الوجبة نمرة تلاتة اشرب مية بطريقة وفيرة ما اصرفش في حب حاجة يعني ما حبش لما اخلل قوي حبش الشطة قوي ما حبش المسكر قوي اكلت باقتصاد واخد الكورس النحية الساحر الكابسولات اللي هتخلصك من كل بلغباطة السنين اللي فاتت وهتخليكي على اللي جاي كمان قادرة وتخسي الكابسولات والعرض بتاع النهاردة حكيت لك فيه مميزات الكابسولات الرائعة الفن والدراسة والعلوم الالمانية والانجليزية والكابسولات القوية اللي فيها ألوف من العلماء اللي فعلا اثبتوا ان الاعشاب الطبية ان الحوارق الطبية قادرة على تخسيس وزنه اشتركوا في القناة